يقول المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأهم القوم وذلت بهم ألسنتهم أنزل الله تعالى إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم الحمد لله رب العالمين واصلِّ واسلِّم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه مسلم في قصة نزول قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذه الآية في أواخر سورة البقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتلقون القرآن تلقي امتثال وعمل وإيمان وتصديق وقبول وانقياد ولهذا لما اقترأوا هذه الآية وجدوا فيها من الأمر ما شق عليهم رضي الله تعالى عنهم حيث إن الله تعالى يخبر فيها أنه تجري المحاسبة يوم القيامة يحاسب الله تعالى الخلق على ما دار في نفوسهم ولو لم يتكلموا ولو لم يعملوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أي تظهروه أو تخفوه لا تتكلموا به ولا تعملوا يحاسبكم به الله فيغفروا من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا شك أن ما يدور في نفوس الناس شيء كثير منه ما لهم فيه يد واختيار ومنهم ما لا يد لهم فيه ولا اختيار فجريان المحاسبة على كل ما في النفوس دون كلام أو عمل يشق على من صدق في إيمانه لأنه يعلم أن الحساب شديد وأن الموقف عسير وأن الله يحص الدقيق والجليل وأنه ما خفي على الناس يعلمه جل في علاه كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبالتالي كل ما يهم به الإنسان أو يفكر فيه أو يدور في خاطره فستجر المحاسبة عليه شق هذا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجثوا على الركب كما في بعض الروايات أي جلسوا على ركبهم قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق يعني كلفنا الله عز وجل من الشرائع والأعمال ما نطيقها الصلاة والجهاد والصوم والصدقة كلها أعمال نطيقها ونزلت علينا آية لا نطيقها أي يشق علينا العمل بها هذا معنى قولهم لا نطيقها أي أن العمل بها عسير وشديد من ذا الذي يستطيع أن يحكم خواطره وأفكاره وهواجسه وما يدور في ذهنه لا شك إن هذا من الأمر العظيم العسير الشاق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى كسمعنا وعصينا قولوا سمعنا وعطعنا الله عز وجل كلفهم بأمر والمؤمن الصادق يستقبل ما أمر الله تعالى به بالتسليم والانقياد والقبول ولا يعترض على شيء من قضاء الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلابد من القبول ولذلك لم يفاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن بل وجاهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من الإقرار والانقياد والإذعان والقبول لحكم الله ورسوله ولو كان شاقا على النفس كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فقبل الصحابة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأذعنوا لهذه الآية معنى هذا أنهم اجتهدوا في أن ينقوا ما في نفوسهم من هواجس والهواجس نوعان منهما يرد على الإنسان من غير اختيار بوسوسة الشيطان الواجه فيه الدفع وهذا هو صريح الإيمان يدفعه الإنسان وهو مأجور على هذه المدافعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك صريح الإيمان النوع الثاني الذي يستجلبه الإنسان أو أنه يرد على ذهنه ويسترسل معه هذا هو الذي تجري عليه المحاسبة ما استرسل فيه الإنسان من الأفكار ولو لم يعمل أو يتكلم أو أنه ورد على خاطره أو أنه استجلبه يعني استرسل ورد على خاطر من غير اختلار واسترسل فيه أو أنه استجلبه هذا الذي تجري عليه المحاسبة كما دلت عليه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول راوي فأنزل الله فلما قبلها الصحابة عاملوا على ضبط خواطرهم وأفكارهم أنزل الله تعالى قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون هذا شهادة من الله عز وجل للصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم بتمام الإيمان بل قال تعالى في ختم الآية وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فحكى قولهم ثناء عليهم ثم لما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم يعني أصبحت قراءتها كسعر الآيات ليست شاقة ولا عسيرة عليهم قبلوا ما فيها من العلم والعمل والحكم أنزل الله التخفيف في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم ختمت الآية بأدعية ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطانا قال الله تعالى نعم يعني فعلت ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله تعالى فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله تعالى فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى فعلت الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما استقبلوا أمر الله بالانقياد جاء الفرج وكم من شدة يستقبلها المؤمن بالرضا والتسليم لله عز وجل يعقبها الله بما يسره حيث إن الله تعالى بشر أولاً زكاهم وشهد لهم بالإيمان ثم خفف عنهم ثم أجابهم في دعواتهم التي دعوا ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كل هذه الدعوات أجابها الله ببركة استجابتهم فمن استجاب لله فتحت له أبواب البركة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا رقابتك في السر والعلن والغيب والشهادة واعنا على ما فيه صلاح معاشنا ومعادنا واختم لنا بخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد